موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة البيان الاماراتية التي عنون التحذير من عمليات التجميل بالخلايا الجدعية حذر علماء امريكيون من الادعاءات التي تروج حاليا حول فوائد التجميل بالخلايا الجدعية وهي الخلايا الابتدائية في الجسم التي لم تتخصص وتصبح خلايا محددة بواحد من اعضاء او انسجة الجسم البشري واشاروا الى انتشار مزاعم لم يبرها على صحتها والدعاءات كذبة احيانا بشأن مثل هذه العمليات صحيفة النهار اللبنانية عنوانت اكتشاف كوكب قريب قد يكون مناسبا للحياة اكتشف علماء فضاء كوكبا جديدا يمكن ان يكون مناسبا للحياة في مسافة قريبة جدا من الارض نسبيا بحيث يمكن من راقبته بواسطة التليسكوبات على ما اعلن المرصد الاوروبي الجنوبي واطلق او اطلق على هذا الكوكب الصغير اسم روس 128 بي وهو يدور حول نجم في كوكبة العذراء على بعد 11 سنة ضوئية من الارض وهي مسافة ضئيلة جدا في المقاييس الفلكية صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانت لجنة الامم المتحدة تقر عددا من المعايير لتنظيم استخدام الروبوتات القاتلة صلت الموقع البريطاني اي بي تايمز الضوء على نتائج الاجتماع الرسمي الاول للامم المتحدة للخبراء الحكوميين حول انظمة الاسلحة القاتلة هذا الاسبوع اتكشف ان اتفاقية الامم المتحدة بشأن الاسلحة التقليدية لن تطبق على وجه السرعة ولن يتم وضع لوائح بشأن الروبوتات القاتلة خلال الفترة القادمة والتي تعد بمثابة اسلحة يمكن ان تحدد وتدمر اهدافا دون تدخل بشري الى صحيفة الوئام السعودية التي عنونت النساء يتمتعن بمهارات اقوى من الرجال في مجال التقنية قام تقرير جديد بقياس النتائج ومجامع نقاط رقمية للرجال والنساء فوجد ان نساء يتمتعن بمهارات اقوى من الرجال في مجال التقنية وبحث التقرير في المعلومات المتعلقة بالمعارف والمهارات والادوات والتقنية وفي التعليم والتدريب وسياق العمل وأنشطة العمل المطلوبة بالنسبة لوظائف التقنية الفائقة فكانت نتيجة النساء 48 مقابل 45 للرجال